لتصعيد عسكري خطير بدأ الجيش الإسرائيلي عملية الغزو البري لجنوب لبنان أول من أمس في خطوة تشير إلى تحول نوعيا في مجريات الصراع الدائر القوات الإسرائيلية حاولت التوغل إلى بعض القرى الحدودية مثل العديس مارون الراس يارون وكفر كلها لكن المواجهات التي دارت مع مقاتلي حزب الله سرعان ما كشفت عن صعوبة هذا التقدم فهل ستفرض المعارك البرية معادلة جديدة لصالح الحزب بعد كل الخسائر التي مني بها أولا لست متأكدا أن هناك غزو بري أنا أعتقد أن هناك توغلات ومحدودة وأعتقادي بأن الغزو البري الشامل كما يحكى لن يحصل الإسرائيليون كانوا يعرفون بأن الغزو البري صعب ومعقد وأنه قد يقلب المعادلة لكن مؤكد بأنه أي توغل بري أو أي محاولة لغزو بري للبنان سوف يؤدي إلى تغيير المعادلة على الأرض على الرغم من اختيال أبرز وأهم القادة لديه يستفيد حزب الله من نقاط قواته في المواجهات البرية بما في ذلك خبراته الواسعة في حرب العصابات والاعتماد على تكتيكات قطالية فعالة في التضاريس الواعرة لجنوب لبنان هذه القدرات المدعومة بترسانة من الأسلحة المتطورة والدعم اللوجستي المستمر تجعل من الصعب على إسرائيل فرض سيطرتها على الأرض حتى اللحظة نقطة القوة الأساسية لحزب الله قدرته على خوض حرب عصابات وحرب غير نظامية لمتماثلة مع الجيش الإسرائيلي إذا حاول أن يغزو بريا وقدرته لديه أسلحة من الكورنت إلى غير الكورنت أسلحة مضادة للدبابات لديه قدرة على تفقيخ الطرقات ومسارات الدبابات أو الأليات المدرعة لديه أيضا البناء التحتية داخل المنطقة الحدودية من أنفاق في الأماكن المفتوحة وأنفاق أيضا ومخابئ في الأماكن المدنية لدى حزب الله قوة من ثلاثة ألاف مقاتل الموجودين على الشريط الحدودي وهناك مثلهم موجودون ومنتشرون في الخطوط الخلفية المعركة البرية تبدو حاليا في مرحلة دقيقة محاولات التواغل تتم من كل زاوية حدودية إذ تعول إسرائيل على إمكانية تحقيق تقدم ميداني يعيد لها السيطرة في المقابل يرى المراقبون أن حزب الله يعتمد على استراتيجية استنزاف للعدو من خلال تصعيد العمليات على الأرض وإقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي مما قد يؤخر الحسم العسكري ويغير معادلة المواجهة لصالحه ما حققه حزب الله يوم أمس من نتائج على صعيد الضربة في العديسي هي ضربات تكتيكية هو إنجاز تكتيكي وليس إنجاز استراتيجي إنجاز استراتيجي هو بالانتصار على الإسرائيليين أو بإنزال خسائر فادحة بالإسرائيليين حتى الآن ليست هناك من خسائر فادحة في إسرائيل هذا أولا ثانيا الغزو أو الاجتياح الجوي الإسرائيلي كبير ويغطي كل الأراضي اللبنانية وقد أدى في مكان ما إلى إرباك حزب الله من الداخل إذن نحن نتحدث عن واقع مختلف وعن واقع لا يزال متدرج صعودا نحن ببداية هذه الحرب تجل عمليات الغزو البري الإسرائيلي التي تجابه بمقاومة شريسة حتى اللحظة قد يفرض تحديات استراتيجية جديدة على تل أبيب فهل يمكن البناء على هذه الملاحم لتحقيق حسم قريب؟ أم أن الغزو البري سيطيل أمد المعركة ويؤدي إلى مزيد من الاستنزاف للطرفين؟ الفترة المقبلة قد تحمل الإجابة